سامسونج أطلقت أكبر لوحي من نوعه وأكيد بتطورات عن الجيل الماضي دعوني أعرفكم على الجالكسي Tab S9 Ultra 5G هذا اللوحي الذي يأتي بشاشة ممتازة ويدعم القلم الذي يأتي بالعلبة باستجابة عالية ويقدم أداء عالي في الاستخدام ويدعم شبكة 5G هنا نعرف بأن بناء الجهاز وأوضح لكم تفاصيل التجربة كاملة بإذن الله لكن قبل أذكركم بأن كل جديد تجدوا هنا أول بأول بإذن الله ومن حول العالم فالمتابعين دائماً يحصلوا على ميزة المعرفة أول ناس دعوني نذهب للجهاز وأقول أن الجالكسي Tab S9 يأتي بتصميم معدني بالكامل المعدن الذي يستخدمه هو المعدن الذي يحمي من الصدمات والسقوط بصراحة لا أريد أن أطلق هذا المهم أيضاً سامسونج تقول أن هذا هو أول لوحي مقاوم للماء والغبار بهذا الحجم بمعيار IP68 الكاميرات جاءت بتصميم طولي فيها خط وهو مخصص لشحن قلم S Pen من الأمام يأتي بواجهة كاملة تحتوي على الشاشة وفيها النتوء يحتوي على الكاميرات الأمامية على فكرة أرى القلم يمكنكم تحطوه فوق الجهاز أرجع للجهاز الجالكسي Tab S9 Ultra يعتبر لوحي خفيف بالوزن على حجمه فهو بوزن 737 جراب ويوجد غلاف في مباع بوك كوفر كي بورد يعني تأتي له مفاتيك ولكن بصراحة لم أفعلتها مع هذا الفيديو الآن نتكلم عن القلم S Pen فالقلم سيأتي بنفس العلبة وأسرع من الإصدار الأول وأيضاً القلم في مقاومة للماء والغبار بمعيار IP68 يمكنكم أن تكتبوا ملاحظات وترسموا ستجدوا أن ضغطكم على القلم يزيد خط الرسم فبالتالي هناك استشعارات جداً عالية ونقاط عالية من الدقة وننسى أن هناك تطبيقات مدعومة بها القلم مثل تطبيق عرض الملاحظات والتحديد الذكي وتطبيق الكتابة على الشاشة والرسائل المباشرة وغيرها بصراحة كأنها نفس الأشياء الموجودة مع قلم الألترا حق سامسونج الذي هو S23 Ultra أيضاً القلم يأتي بزر يمكنكم من ميزة الإيماءات بحيث تلتقطوا صورة أو تغيروا العدسات أو تلتقطوا صورة للشاشة نفسها يعني كأنه ريموت تحكم عن بعد الجهاز من الداخل يأتي بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 بجيلو الثاني مبني على منصة الأربع نانوميتر وهو بثمانية أنوية ومعالج الرسومي الأدرينو 740 هذه الخصائص ستمكن للألعاب وأتحدث عنه ترى الذاكرة العشوائية 12 جيجا والسعة التخزينية 256 جيجا وفي سعات مختلفة تصل إلى تيرابايت من هذا الجهاز وذواكر تصل إلى 16 يوم جيت واختبرنا هذا الجهاز Geekbench 6 أعطينا 1960 نقطة في النواة الواحدة وفي الأنوية المتعددة 5213 نقطة وأمامكم مقارنة ما بين لوحيات أخرى من هذه الفئة العليا عندما جربنا بوب جي على هذا اللوحي اشتغلت على الإعدادات العالية على طول ونمط الإطارات كان اسمه القوي وعطت إطارات ثابتة 60 إطار وللتوضيح اللعبة نفسها لا تدعم 120 إطار ولكن الجهاز يدعم 120 هتز بطارية الجهاز 11200 ميلي أمبير تدعم الشحن بقدرة 45 وار يعني نستطيع أن نقول شحن سريع أيضاً في التجربة من صفر إلى 100% خلال ساعة و40 دقيقة الشاشة تدعم اللمس وحجمها 14.6 إنش مع حركات سامسونج الشاشة صارت بالواجهة التشغيلية أفضل من ناحية الاستجابة وهي أيضاً من نوع الديناميك أوميلد 2 اكس تجيب أبعاد الـ 2960 في 1848 وزي ما ذكرت سابقاً تردد 120 هرتز مدعوم سلاسة عالية في الاستجابة وأمورها مرة رائعة وبعد التجربة الأداء كان ممتاز على الشاشة سواء من ناحية الألوان أو التباين أو حتى في عمق السوال وحتى مستوى السطوع الذي يطلع من الشاشة كان مرضي وبشكل عام أعتبرها واحدة من أجمل الشاشات لمشاهدة المحتوى لو أضعنا بعين الاعتبار هل الحجم الكبير والبطارية التي بسعها عالية ولكن دعنا نتحدث عن أشياء أخرى مثل الكاميرات هنا لديكم كاميرتين خلفية وكاميرتين أمامية أول شيء الكاميرات الأساسية 13 و 8 ميجا بيكسل الثمانية العريضة جداً أما الكاميرات الأمامية لديكم عريضة وعريضة جداً وكلهم 12 ميجا بيكسل من ناحية التجربة فالكاميرا الخلفية أعطت صورة بجودة وتفاصيل جيدة بألوان مشبعة فيها عدسة عريضة جداً وتعطي بعد أكثر في التصوير وتدعم تصوير الفيديو إلى دقة 4K و 30 إطار في الثانية بنتائج مقبولة من ناحية الكاميرات الأمامية فجودتها جيدة تؤدي الغرض سواء في التصوير بالعدسة العريضة أو العريضة جداً تعتبر ممتازة لتطبيقات التواصل حق الميتينجات مثل جوجل ديو وغيرها والزوم والتطبيقات نظام التشغيلي هو أندرويد 13 بواجهة One UI 5.1 قابلة للترقية بالتأكيد وأكيد يجب أن يوجد أن هذا الجهاز يوجد نمط ديكس مباشرة مع أن الإعدادات مدمج فيه فالتجربة ستجعل أن هذا الجهاز مع التلفزيون سيعطيكم تجربة كأنكم لابتوب طبعاً شبيهة باللابتوب وليس نظام ويندوز لسه نتكلم عن منظومة الديكس أيضاً النظام الصوتي في الجالكسي تاب اس 9 ألترا مزود بأربع سماعات مع دعم للتقنية دولبي آتمس الصوتية والصوت كان فيه توازن وتوزيع ممتاز وصوت الجهير يعتبر جيد نوعاً ما خصوصاً على جهاز لوحي مجملاً الصوت يعتبر مرضي الجهاز أيضاً لا ننسى أنه يدعم البلوتوث 5.3 تقنية الواي فاي 6E الجديدة ويدعم 5G وذاكرة خارجية تقدر تخلوها إلى سعة الواحد تيرابايت يدعم فتح القفل باستخدام البصمة في الشاشة باستجابة ممتازة ويدعم أيضاً فتح القفل باستخدام الوجه ولكن كون أنه لا يوجد حساسات أمامية بس كاميرات دعونا نقول أنه تجنبها اللوحي يدعم منفذ USB Type-C مخصص للشحن بالقدرات التي ذكرتها سابقاً من ناحية الأسعار فنسخة الواي فاي تبدأ تقريباً بـ 4900 فولد ونسخة 5G تبدأ بـ 5500 هذا الجهاز من مزاياه أكيد مقاومة المواوي الغبار والحجم الكبير سواءً بالبطارية أو بالشاشة والمعالج الذي يأتي بجي الحديث ولكن تمنيت أن الأكسسوارات تكون أحسن بالسعر يعني يوم لقيت الغلاف فهو تقريباً 350 دولار يعني 1199 ريال لابد أوضح أن هناك أخين أصغر لهذا الجهاز وكلهم يدعموا نسخ 5G أولاً Tab S9 وال Tab S9 Plus الألترا أكبرهم والألترا هو الوحيد الذي يوجد مقاومة المواوي والأخبار وأيضاً متوقع أن على نهاية السنة يكون لديكم FE و FE Plus من نفس أجهزة التابات وبذلك نتأكد أن سامسونق تنوع أجهزة اللوحية حقها وتطلق في السوق من جموعة كبيرة منها في نهاية الفيديو، ما رأيكم بهذا الجهاز؟ ترى أن حجم اللوحي الكبير مع هذه البطارية شيء إيجابي أو تتمنوا أن يكون هناك حجم أقل من هذا في نهاية الفيديو، ما رأيكم؟ لا أريدكم أن الجهاز يكون بسعر أرواق على أساس أن ينتشون أكثر قلوا لي في التعليقات وفي نهاية الفيديو وكل فيديو سبحانك الله، بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك أراكم على خير بإذن الله ترجمة نانسي قنقر